وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال ابن عمر رضي الله عنهما كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع صختك فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من هذه الأمور هذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم من جوامع الدعاء فكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وزوال النعمة هي السلب وأن الإنسان تسلب منه النعمة عقوبة على فعل إنسان يفعله تخيل إنسان يكون عنده نعم الله سبحانه وتعالى قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ومباطنة الله ينعم على الإنسان بنعمة فالإنسان يبدل يبدل الطاعة بالمعصية يبدل الشكر بالجهود فالله سبحانه وتعالى يسلب هذه النعمة من الإنسان فارئبين زوال النعمة وتحول العافية زوال النعمة إن النعمة تسلب من العبد وتحول العافية إن العافية مثلا الصحة تتحول إلى المرض إن العافية مثلا العافية من البلاء تتحول إلى أن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي هذا الإنسان ببلاء فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من هذه الأمور اللهم إني أعوذ بك يعني رب ألجأ بك وأستجير بك من زوال نعمتك هو يسأل الحفاظ على النعم دوام النعم دوام عطاء الله سبحانه وتعالى وستره وعافيته اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك إن النعمة تسلب منك إن الإنسان يكون في نعمة في الدين أو في الدنيا نعم الظاهرة والباطنة فيه كثير من نعم ربنا سبحانه وتعالى الإنسان لا يعلم عنها شيء يعني الإنسان محاط في النعم غرآن في نعم ربنا سبحانه وتعالى قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالإنسان النعم اللي في الحياة دي هو محتاج يحفظ عليها دي نعم ربنا سبحانه وتعالى فلما الإنسان يتعامل تعامل خاطئ مع نعمة ربنا سبحانه وتعالى إنه يكفر النعمة دي أو يستعمل النعمة في معصية فبعرض نفسه إن النعمة دي تسلب منه قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرة وأحلوا قومهم دار البوار يعني هو بدل النعمة بدل نعمة ربنا عليه إن هو يستعملها في الطاعة بدل ما يستعملها في الطاعة ويشكر ربنا عليها استعملها في المعصية ولذلك قالوا في شرح زوال النعمة قالوا وهذا يعم النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية التي يعلمها العبد والتي لا يعلمها فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من زوال نعم الله تعالى وهذا يتضمن أيضا الحفظ عن الوقوع في المعاصي لأنها تزيل النعم كما قيل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم إذا كنت في نعمة فرعها حافظ عليها إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم يعني من أسباب زوال النعم إن النعمة تسلب من الإنسان من أسباب زوال النعم إن الإنسان يستعمل النعمة في المعصية إن الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى ويصر على المعصية ولذلك قال الصنعان رحمه الله زوال النعمة لا يكون منه تعالى إلا بذنب يصيبه العبد يعني النعمة تسلب منك لما أنت تعمل معصية لما تعصي الله سبحانه وتعالى فالاستعادة من الذنب في الحقيقة يعني وانت بتقول اعوذ بك من زوال نعمتك فكأنك بتقول اعوذ بك يا ربي من الذنب من ان اقع في معصية التي تكون سببا في زوال النعمة فتقول اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك فكأنك على الحقيقة بتستعيذ بالله من الزنوب من فعل المعصية المعصية اللي هي سبب في كل شر سبب ان النعمة تسلب من الانسان قال كأنه قال نعوذ بك من سيئات أعمال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا كما قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم الله سبحانه وتعالى لا يبدل معاملته سبحانه وتعالى لا يبدل المعاملة بالإحسان والستر والعافية إلا لما الإنسان نفسه يغير قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فالأصل في معاملة الله أنه سبحانه وتعالى كريم أنه سبحانه وتعالى رحيم أنه يتعامل مع الإنسان بالعفو وبالحلم وبالصفح وبالرحمة وأن ربنا سبحانه وتعالى يسبغ على الإنسان النعم لكن لما الإنسان يبدل المعاملة بدل ما يطيع ربنا سبحانه وتعالى ويشكر ربنا على النعمة ويستعمل النعمة المال والصحة والجمال والشهرة والقوة والعافية يستعمل النعم دي ويستغلها نعمة العقل يستغل النعم دي والمواهب دي في طاعة الله يقوم يستعمل النعم في المعصية فالله سبحانه وتعالى بعدما كان بينعم الإنسان ويستر هذا الإنسان ويحفظ هذا الإنسان ويعافي هذا الإنسان المعاملة تتبدل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم قال ابن كثير يخبر تعالى عن تمام عدله وقصته في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد الله سبحانه وتعالى كريم لا يبدل النعمة لا يسلب النعمة من الإنسان إلا بسبب ذنب ارتكبه الإنسان يرتكب المعصية فالمعاصي تزيل النعم لذلك قلنا قول الشاعر إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم قال ومن أسباب زوال النعم يعني احنا قلنا دلوقتي أن الزنوب الإصرار على الذنب فعل المعصية من أسباب زوال النعم من أسباب زوال النعم ترك الشكر إن الإنسان يبقى فيه نعمة وفيه عافية ويجحد النعمة دي لا يرى نعمة الله سبحانه وتعالى ولا يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة فقالوا من أسباب زوال النعم ترك الشكر فحفظ النعم واستمرارها مقرون بالشكر فمن شكر زاده الله الله سبحانه وتعالى يقول وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لما تشكر تشوف النعم الحمد لله عن نعمة الصحة الحمد لله عن نعمة الدين الحمد لله عن نعمة ربنا من علي بالإسلام والاستقامة والصلاة ورزقني الزوجة والولد ويسر لي في حياتي ووسع علي وأعطاني المال وهكذا والإنسان يشكر ربنا على النعم فيكون الشكر سبب في زيادة النعم قال وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فمن أسباب زوال النعم أول حاجة المعصية إصرار على الذنب ثاني حاجة إن إنسان يجحد النعمة لا يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى ولهذا كانوا يسمون الشكر كان بيسم الشكر الحافظ الجالب فهو يحفظ النعم اللي موجودة اللي عندك ويجلب النعم فالشكر هو الحافظ الجالب فده التعوذ الأول قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك إن العافية تتحول النعمة اللي هي كانت صحة نعمة الدين نعمة الولد أي نعمة من نعمة ربنا سبحانه وتعالى كان إنسان في عافية وفي حفظ من الشرور والآفات فالله سبحانه وتعالى يحول هذه النعمة مش بس إن هي تسلب منه لا تتحول لضدها تحول عافيتك يعني الصحة تنقلب لمرض الغنى ينقلب لفقر العافية تتحول لبلاء ونعيذ بالله فده النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رب أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك تحول عافية فمثلا زي قصة سبأ قال الله عز وجل عن قوم سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عيمين وشمال كانوا في نعمة وكانوا في عافية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عيمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فالله سبحانه وتعالى أنعم عليهم موسى عليهم لدرجة أن كان يقال أن المرأة كانت تمشي تمشي تحت الأشجار يعني في البساتين وعلى رأسها مكتل شيء لا إيه شيء لا زي إيه زي طبق كده يعني ماشي في البساتين قال وهو الذي تجن فيه ثمار فيتساقط من الأشجار من الثمار ما يملأه من غير أن يحتاج إلى كلفة يعني هي مش محتاجة نياد نياد تقطف الثمار هي أصلا بتسقط على المكتل مباشرة يعني ده تمام النعم قال قال ولا قطاف لكثرته ونجه واستوائه وقيل أنه لم يكن ببلدهم شيء من الزباب ولا البعود ولا شيء من الهوام وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم يعني كانوا في نعمة غير عادية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عيمين وشمال وربنا سبحانه وتعالى مع هذه النعم أرسل الرسل بالآيات تقول لهؤلاء كلوا من رزق ربكم استمتع بنعمة ربنا كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور يعني أنت عايزي أكتر من كده أنت عايش في نعيم بلدة طيبة ورب غفور تأكل وتشرب وتتمتع وتشكر ربنا سبحانه وتعالى ويغفر لك ويدخلك الجنة بلدة طيبة ورب غفور عملوا إيه؟ قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم هي دي إيه؟ تحول العافية يعني زوال النعمة سلب النعمة تحول العافية إن بعض ما كانوا في نعمة وفي رغض من العيش الله سبحانه وتعالى بدل هذه النعمة قال وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا يعني كانت عقوبة تحول العافية عقوبة ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير يعني كانوا في نعمة يسافر من البلد للبلد في مسافات استراحات في طول الطريق من اليمن للشام وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة يعني يمشي مسافة بسيطة ما يلحاش يتعب يلاقي فيه استراحة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين شوف نعمة الرزق طعام ونعمة الأمن والراحة فكانوا بدل ما يشكروا هذه النعم بدل ما يشكروا هذه النعم كفروا بالله سبحانه وتعالى وعبدوا الشمس من دون الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا شوف الجحود قالوا احنا عايزين السفر السهل المريح عايزين احنا سفر يكون أبعد من كده علشان يظهر فضل الغني على الفقير ويظهر قوة الرواحل بتاعتنا ويظهر الفرق بين الغني والفقير فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا جحودا وبطرا فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق والله سبحانه وتعالى بدل هذه النعمة هذه العافية بالنقمة والبلاء وهذه عقوبة إن الإنسان يكفر نعمة ربنا سبحانه وتعالى وقال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة قرية آمنة مطمئنة يا مكة ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله الله سبحانه وتعالى أمن مكة أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء وأرسل إليهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة فعملوا إيه كفروا وأعرضوا وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف يعني كانوا هم في أمن الله أبدل حول الأمن لخوف والشبع والرزق حولوا إلى الجوع فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب الكفر وبسبب العناد وكفر النعم فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك لأن أنت تبقى فاهم أن النعمة التي فيها محتاج تشكرها محتاج تستعمل النعمة في الطاعة محتاج تدعي الدعاء ده قال وفجاءة نقمتك فجاءة النقمة هي المكافأة بالعقوبة والانتقام بالغضب والعذاب إن فجأة الإنسان يعاقب يعني في عقوبة تنزل تدريجة يعني تنزل عقوبة خفيفة علشان إيه الإنسان يمكن يرجع يمكن يتوب لكن أحيانا الإنسان لما يستمر ولا ينتبه للعقوبات ولا الإشارات ولا العلامات ولا الآيات تنزل عقوبة فجأة قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به جاءت له آيات ورسائل من ربنا سبحانه وتعالى موت حد قريب لي يعمل حدثة يتعرض لبلاء تيجي العقوبات ورا بعض يصب المرض فوق يحتاج أن ينتبه التوب فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أجواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبرسون فقطع دابير القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول وفجاءة نقمتك إن المرض أو إن البلاء ينزل عنسان فجأة إن العقوبة تنزل فجأة وهو مش مستعد قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ونائم غافل فينزل تنزل عن العقوبة فجأة أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاد من غضب الله وعقوبته وأن يأتي بغتة بغير مقدمة فالنقمة إذا جاءت فجأة بغتة لم يكن هناك زمان يستدرك فيه شيء الحق إنه يتوب قال وَلَا وَلَا وَقْتٌ لِإِعْتَابٍ فَفُجَاءَتُهَا أَشَدُّ مِنْ نُّزُولِهَا تَدْرِيجِيًّا والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الدعاء ده علشان سنة لا يغتر بحلم الله سبحانه وتعالى ثم قال بعدما قال أعوذ بك أن ينزوالي نعمتك وتحولي عافيتك وفجاءة نخمتك قال وَجَمِيع سَخَطِكَ يعني النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من كل الأسباب التي تؤدي إلى غضب الله وسخط الله وجميع سخطك عم في نهاية الدعاء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يصرف عنا الشر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الصحة والعافية أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين